موسيقى مشاهدي الكرام أنعمتم مساء ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم النسائي لمسات نسائية لا شك أن الجميع يعرف أن المرأة نصف المجتمع وخلال هذه الحلقة سننفتح على انفتاح المرأة على عدة مجالات ومن أهمها العمل الخيري المجتمع المدني وكذلك تأملاتها وسط عالمها الخاص مرحبا بكم مشاهدي الكرام وتابعوا معي الروبرتاج التالي حول ضيفتنا لنتعرف عليها أكثر إدريس أم المؤمنين رئيسة الجمعية الخيرية لمرأة ورعاية الطفل من مدينة العيون الحمد لله انخرط في هذا العمل الجمعوي لأني الحقيقة نبغيه وزين عندي الحقيقة عمل جمعوي مشرف حتى حتى ومثلا عني حسيت أني قد نعطي فيه ياسر من الإنجازات وهذه الجمعية اللي أنا فيها جمعية الحقيقة ساعدت العديد من النساء وكذلك اشتقلنا على المجال الطفولة من أموالي الإنجازات اللي كانت فيها الجمعية الحمد لله أنها قنعت العديد من النساء وخلاتوا من خارطوا في العمل التعاوني وعادت الحمد لله أربع تعاونيات كنت من ضمن الناس اللي الحقيقة ساعدوا فيها العديد من النسوة على أساس أنهم يناعتوا لهم ويهيئوهم ويفهموهم شنه معنا العمل الجمعوي والله العمل التعاوني وهذا إنجاز عظيم وكان الحمد لله من ضمن المسائل كان عندنا لقاء بالسيدة الوزيرة وزيرة الصناعة التقليدية اللي جات للمدينة العيون وكنا حاضرين للقاءات اللي جات من طرفها السيدة الوزيرة وحضينا مملي الحمد لله بزيارة للسيدة الوزيرة للوحدة التعاونيات وهذا كان شرفنا كبير واللي نفتخر به كذلك عندي مملي الحمد لله الحمد لله مملي عندي العديد من المشاركات في المجال التربية والتعليم من قد التعليم الأولي وعندي شواهد لله الحمد والشكر في هذا المجال من ضمنهم مثلاً نعم الحمد لله شهادة من الحمد لله من التكويل المعلمين والمعلمات بمدينة العيون كذلك مملي شهادة تكويل الحمد لله من وزارة التربية والتعليم يعني الأكاديمية وكذلك نيابة مدينة العيوم كان عندنا ممالي شواهد الحمد لله ومشاركات مشاركات شواهد الحمد لله من السيد الدكتور فايق اللي متكلف بالتعليم الأولي على صعيد الوطني وعندنا ممالي العديد من الحمد لله الشواهد اللي أنا نفتخر فيني الحمد لله كنت من ضمن الناس اللي يحضوا به كانت ممالي كنت من ضمن النساء ممالي من المشاركات العديدة الحمد لله على صعيد مدينة العيون مشاركات وحضرنا الحمد لله من ضمن الناس اللي كانت حاضر اللقاء السيدة الوزيرة وزيرة الصحة وكذلك المرة الماضية يعني العديد الحمد لله من المشاركات اللي حضرنا لهذا والتكوينات العديدة وهذا فخر بالنسبة لي ومثالي زين عندي ونحمد الله على الأساس أني وصلت لهذا المستوى وحققت اللي أنا نبقيه ونتمنى أني نحقق أكثر 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 في هذا النوع من النجازات على الصعيد الجمعيتي ونتمنى من العديد من النسوة أنهم ينخرطوا في هذا المجال الجمعوي اللي هو دائما نقول عنه عمل تطوعي وعمل زين وخصة أني جمعيتي جمعية خيرية شاركت في عديدي الحمد لله من المجالات الإحسان البر والإحسان وكذلك كنا من ضمن كيف أذكرت في المرة الماضية على أساس العديد من النجازات ربما تضيح لي المرة الجاية والله فرصة ثانية على أساس أني نكون مثلا عني نستدلي بشهاداتها والله نبينها والله أم الممليلي بريسي مرحبا بيكم سهلا في برنامجنا لمسات نسائية هذه اللي حتى أنتم مرحبا بيكم سهلا وأنا شاكرتكم الحقيقة كل الشكر على أساس أنكم تحتولي الفرصة المشاركة في هذا البرنامج اللي هو لمسات نسائية هذا البرنامج الحقيقة اللي عنده إشعاع كبير في مدينتنا اللي هي مدينة العين هو على صعيدة الجهوية كاملة وعلى صعيد الوطن كامل مثلا نتكلم به هم الممنين فعلا كيف تحدثنا لأنك نموذج المرأة الصحراوية اللي تشغل في العمل الجمعوي والأعمال الخيرية وإذا كان من دورك أول شيء في كتك عن المرأة بصفة عامة والمرأة الصحراوية والصفة خاصة وكفاحها داخل أسرتها وداخل كذلك المجتمع المدني أول شيء أنا أريد أن أتكلم عن المرأة نخطيع أن نعرف بها المرأة هي الأخت هي الزوزة هي البنت هي العمة هي الخالة هي المضحية هي الفاعلة هي الطبيبة وكذلك هي الدكتورة مثقفة عدة مجالات اختصت فيهم المرأة المرأة هي اللي أعطاها الله عز وجل وأعطاها الله عز وجل أسم صورة تامة في المحكمة التنزيل اللي هو القرآن الكريم المرأة بالنسبة لي أنا هي شخص رائع هي شخص ضحى الحقيقة وقدم تضحيات كبيرة وتضحيات عالية من أجل بناء مجتمع والرقي به إلى أسماء وأحسن وأجل وأزين كي يقول الصحراويين المجالات اللي الحقيقة كانت عندها مساهمات وكانت عندها دور فعال اللي نتمنى من الجميع أنه يعود فاهمه وأنه يعود مثلا عنه معترف بهذه الانجازات اللي معدلتها المرأة وخصصاً ما نتكلم عنه خصصاً المرأة الصحراوية اللي الحمد لله الحقيقة المرأة الصحراوية اللي تكلمت إنتي عن ناظرك وطلبت مني نجاوبك عن هذا السؤال بالنسبة للمرأة الصحراوية ما هو بالجديد عليها هذا النوع من المجالات أنها تعود هذا المجال الجمعوي أصلاً كان دائماً فيه كان دائماً تعدل داخل فيه السم المجالات اللي هي كانت تشارك الرجل في عدة مجالات كانت تبني أسرة كانت ولازالت أم الممنين فعلاً هي المرأة كانت ولازالت فيه كفاحة مستمر يا غير ندورك شن هي المرأة ذيك الساعة وشن هو كفاحة كانت تعدل والفرق بين المرأة في فترة البدو والمرأة ذريك حالاً لأنه كيف يقوله المرأة الفاعلة الجمعوية فعلاً لأنه المرأة فاعلة جمعوية لأنه حاضرة بقوة هذا ما يجهد لكن فعلاً على أنه حتى المرأة ذيك الساعة كانت حاضرة في عدة مجالات ونظر تذكريننا من هذا الشيء وتعطينا ما هو الفرق بين ذيك الفترة وذيك الفترة على سبيل المثال على أنه كانت المرأة ذيك الساعة كان نوع كيف نقوله نهار خياط الخيمة كان نوع من تأذر ونوع فيها تويزة وفيه كذا أول شيء الحقيقة سابق ما نجاوبك ولا نطرق لك على السؤال اللي سألتيني نختار نتكلم عن العمل الجمعوي نتكلم عن العمل الجبعة وصفة عامة ونختار نقول عنه هو عمل وهو سلوك اجتماعي والسلوك مثلا عن الشيء يخفيه الإنسان الشخص براته بدون وعمل كذلك تطوعي بدون ما ينتظر منه أرقاج أنه يقبض عليها مادة أو يقبض عليها مبلغ مادي هو عمل تطوعي في حد ذاته وحقيقة هو عمل مشرف هو عمل زين هو عمل الحقيقة يخليك تحسي بنوع من السعادة على أساس أنه يمشي بك إلى الإحساس بالآخر الإحساس بفئات ربما اللي نشتغل في هذا المجال اللي هو المجال للمرأة ومجال الطفل تحسي بهذا المجال أنك تعطي دورك تعطي أفاقة عن ذاك اللي باقي أنت تتعدليها عن الدور الفعال اللي تتمنى أنه صحقي يرقى إلى أعلى مستوى بالنسبة ندور نتكلم لك عن المرأة الصحراوية والعمل الجمعوي الحقيقة أنه لا نزاد شيء جديد على العمل المرأة الصحراوية في الميدان الجمعوي المرأة الصحراوية في الماضي وفي الحاضر الحقيقة نزال عنده نفس التكافؤ بالنسبة لي أنا ما تغير هون مشاركة المرأة الصحراوية دائما جنب إلى جنب للرجل ونقدم مولي نختار مولي نقول عنها الحقيقة نختار دائما نسمع وراء كل عظيم كل رجل عظيم من مرأة أنا الحقيقة موافقة لهذه الفكرة لأن لجنا نخرصه لأننا نجبر وراء كل رجل عظيم من مرأة ما هي مسألة المرأة يعني كزوذة يعني حتى الأم حتى يكا تساهم الأم تساهم في هذا المجال حتى الأم وراء الإبن والأم وراء البنت كذلك الزوجة صحق وراء الرجل يعني كنتكلم لك على المرأة ككل المرأة بصفة عامة الحقيقة أنا نختار نقول عنها هي وراء كل رجل يعني نجاح وأنا نفتخر بها الكلمة والحقيقة أنا نبقيها تبقى دائما كشعار بالنسبة لي المرأة الحقيقة الصحراوية لعبة دور كبير في التنمية لعبة دور عفوا لعبة دور كبير في التنمية في العمل الجمعوي في الاجتماعي في الفكري في الثقافي في عدة المجالات الحقيقة اللي نحن نعرفوها لا داعي لذكرها وكذلك نختار مولي نقول عن المرأة الصحراوية كيف مشيت لك عن الصحقة لا تقولي عني مشيت أني ما بقيت ما جاوبت عن الجواب عن سؤالك بالنسبة للمرأة كيف قلت لك عن بينهم الديماج في الماضي ولا في الحاضر كيف المرأة في الماضي مثلا عنهم على سبيل المثال العلات كانوا يعدلوا مثلا كانوا يعدلوا كسكس وكسكس الحمد لله نحن هنا في مدينة العيون عادت عندنا جمعيات كبيرة في التعاونيات عفوان تعاونيات كبيرة في المعدنين كسكس كذلك بالنسبة للجمعيات مولي تعدل على سبيل المثال الحمد لله مولي خالق الجمعيات مولي كذلك في هذا الميدان خالق الجمعيات الحمد لله تعدل لخيام الحمد لله كذلك مولي هون حالا أصبحت عندنا تعاونيات عفوان والله في طار مولي الجمعيات موليحتهم يعدلوا هذا النوع من بناء يعني تقاليد الحمد لله كاملة اللي كانت في الماضي مازال محافظ عليها هذا الموروث الموروث الحمد لله الثقافي اللي تفتخر به مدينة العيون ولا تونعت به مازال محافظ عليه إلى حد الساعة وهذا فخر بالنسبة لنا على أساس أن نبقى التراث محافظ عليه وهذا هو اللي نتمنى نعم أم الموامدين الحقيقة لذا هو الحق لأن المرأة الصحراوية كيف نعرف ذلك الساعة كان كبيرين ذكرتي على سبيل المثال الخيام حالا الحمد لله أخوات اللي قماتين مأسات جمعيات يعدلوا الخيام أخوات كذلك مأسات تعاونيات للكسكس الخماسي اللي الحقيقة عاد محتل مرتبة دولية ونفتخر بمنتوج النساء الصحراويات في جميع الميادي الحقيقة اللي عاد وصل مستوى دولي وكي نعرف ذلك الساعة بما يعرف بالتويزة لأنه كان نهار الخيمة كانوا العلاية يقعدوا كاملات ويجيبوا كبوبهم يخيطوا حالا تطور الحقيقة أبدعتي أم المؤمنين لكن التوجه المرأة حالا كانوا ماشي في تطور وشني الإكرهات اللي تعيق تطور المرأة الصحراوية في المجتمع المدني لو سمحتي لأخت فتيحة نبقي نتكلم عن يعني بدون ما أنا مثلا يعني ندور نتكلم عن موضوع ثاني في نفس هذا الإطار الحقيقة اللي خلاني أنا نسيته كنت ندور نقولك بالنسبة للحمد لله الجمعية اللي أنا تابع الجمعية اللي أنا متريستها اللي هي الجمعية الخيرية للمرأة ورعاية الطفل كانت عندنا الحقيقة ياسر من الأنشطة اللي الحقيقة من ضمنها مساعدة العديد من النساء ومن ضمنها تقريبا قبل أيام كانت عندنا الحمد لله حماية طفلة أو قاصر مثلا عندها مشاكل كبيرة أنها زوزت قهرا وعدلها الهضر المدرسي والحقيقة كنا الحقيقة تبناتها الجمعية على أساس أنها توفك مشكلة طلاقها تفك مثلا عن تعدلها طلاق من زوزة وثاني تترجع إن شاء الله المدرسة اللي كانت مهضورة للهضر المدرسي وتدخل جمعية وكان الحمد لله مثلا كانت مساعدة كبيرة بالنسبة للسلطات في هذا المجال والمسلة الثانية العديد من المشاركات لا ثقافية الحمد لله ولا طربوية وكذلك مملية ولا مملية خيرية في مجال البر والإحسان كانت عندنا تدخلات نعم 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 فئة صحق كانت الجمعية السباقة للضامرة نعم نعم من عندك من هون هذا التضامن المشكورين عليه وهذا العمل الخيري الحقيقة المعروفة بها المرأة الصحراوية نتجه إلى فقرة شهادات وآراء فيما يخص الموضوع موضوع حضور المرأة في رعاية الطفولة على المستوى المحلي والجهوي فالملاحظ أن هناك تغيير كبير على مستوى فعل المرأة في هذا المجال بحيث أن دور المرأة لم يعد مقتصرا على البيت ولم يعد مقتصرا على رعاية أطفالها أو أبنائها بقدر ما يمتد هذا الفعل لكي يشمل الأطفال الذين يوجدون في وضعيات خاصة لم نقل وضعيات صعبة من قبيل الأطفال المتخلة عنهم ومن قبيل الأطفال المحتاجين نجد هذا الحضور للمرأة على المستوى الجمعوي في تقديم مساعدات في تقديم إعانات في الصهر على مناسبات معينة محطان شماعية وتقافية كبرى عمليات خيتان كما هو ملاحظ في مناسبات في أعياد وما إلى ذلك وهذا أمر مشرف ويؤكد على أن تغييرات كبيرة قد حصلت على مستوى اهتمام المرأة وانخراتها انخراتها في التنمية لأن هذا الأمر يتعلق بتنمية صراحة ثقافية ومساهمة في تنمية اجتماعية قد لا نلاحظ نتائجها مباشرة ولكن نتائجها تتحقق على المدى البعيد وتساهم في التنمية في بعدها العام إذن فهناك دور لا يمكن انكاره للمرأة وهذا إيجابي جدا وشكرا أم المؤمنين مرحبا بك وسهلا مرة ثانية عقفة شهادات وأراء ونرجعون تحدثوا على حول أنشطك الخيرية والجمعوية وتواجدك وتواجد المرأة كذلك الصحراوية في الميدان للعمل الجمعوي بصفة عامة بالنسبة للحقيقة للعمل الجمعوي والله المصار اللي ماشى فيه الجمعية والله الأعمال اللي سامت فيها الجمعية الحمد لله هي أنها توعية توعية المرأة توعية المرأة الصحراوية على اساس العمل الجمعوي أنه عمل زين وأنه مثمر وأنه يخلي المرأة دائما المجال يعني في المرأة ما تنكر فيه الذات كذلك الحمد لله من ضمن الأعمال اللي سامت فيها الجمعية الحمد لله أنه سامت في توعية المرأة على اساس أنها تعدل العديد من التعاونيات والمساهمة في التعاونيات عفواً التعاونيات النسوية وانخرضت الحمد لله في هذا المجال ولله الحمد والشكر خالق لبعض من الحمد لله التعاونيات الحمد لله انشئت في هذا المجال ومثل عنها عادت عندها بفضل هذه التوعية وكذلك أم اللي يكفقنا العمل الخيري واللي هو فيطار الحمد لله الإحسان أم الممنين عاقبنين استمعنا هذه الأنشطة الفعالة كاملة التي تقوموا بها وهذه التوعية والتحسيس وعملكم في الميدال الجمعوي كمرأة صحراوية انظروا ونعرفوا الإكرهات التي تعيق المرأة في الأقاليم الجنوبية من تحقيق أهدافها في العمل الجمعوي كان الإكرهات التقاليد والله فعلا هي متواجدة غلاب الدماء خالق عمل ما عنده إكرهات أنا بالنسبة للحقيقة كان لحظة أن الحمد لله الإكرهات اللي كان معتمد عليها في الماضي الحمد لله قلت عادت الحمد لله مشاركة نسوية كبيرة وهذا انتم تعرفوه والمجتمع صحراوي عادي يعرفوه عادت الحمد لله مشاركات عدة للمرأة الصحراوية في عدة مجالات عادت من الحمد لله الدكتورة وعادت منها المعلمة وعادت منها الطبيبة وعادت منها عادت دخل في ميدان الفندقة وعادت منها الأستاذة عادت منها الحمد لله عادت حتى المجال حتى الحلاقة عادت تدخلوا المرأة الصحراوية كانت ممنوع لها يعني العديد مثلا عنه من الأفاق اللي كانت ممنوعة للمرأة الصحراوية أنها ما تقدر أنها تدخلوا وعلى أساس أنه كانت النوع من العمل الجمعوي أنه مثلا عنه من يات المرأة ما تمرك فيه ولا تدخل فيه ولا أنها تشارك فيه وكان عيب ولا نه عاد الحمد لله عادت المرأة السباقة لهذا المجال عادت الحمد لله عندها ركيزة ساسية وعدت هي داعمة فيه وعدت الحمد لله تفرض رأيها وعدت ما نقدر نقول عنها عادت السباقة خير من الرجل يعني فقع لي العديد من الرجال والله أنهم أحسن منهم هذا فضل كبير الحمد لله اللي شاهدناه وشاهدهم للمجتمع الصحراوي ككل على أساس مشاركة المرأة الفعالة فهذا أنها لعبة الدور الطلائعي في هذا المجال الجمعوي وكذلك أمم المجال التعاوني لأنه كان لحظه في مدينة العيون العديد من التعاونيات الحمد لله وهذا نتيجة لسحب الفكرة الماضية عن العمل الجمعوي أو عن العمل التعاوني وهذا الحقيقة يشرفني وهذا المجال اللي أنا نشتقل فيه بالنسبة لي أنا سعيدة فإني نشتقل فيه ونبقي نعطي فيه ونبقي أي مرة صحراوية الحقيقة تعطي فيه لأنه مجال زين ومجال مثلا عنه من حسن المجالات أنا نعتبره هذه وجهتنا ضريانا هني أن الأخت أمويل منين الحقيقة أبدعتي بلمساتك أم الممنين عفوا نحنا متعودين نعم هني قال لكي الأخت أم الممنين الإدريسي على لمساتك النسائية في عملك الجمعوي وفي عملك الخيري وكذلك أهني جميع النساء الصحراويات اللي اقتحموا جميع الميادين وأبدعنا فيها وفرضوا وجودهم فيها لأنه نتاقل بك الفقرة الآن وهي فقرة ينقلها فقرة الطبخ أو المطبخ ودائما أتأسف في جميع الحلقات لأننا ما عدنا مطبخ يا كانت تدخل اليوم أم الممنين اللي كانت نعتن جدارتها في المطبخ يا غير الدورة تسولك على المطبخ الصحراوي بصفة عامة شنه رأيك فيه وماذا تحبين من الأكلات في المطبخ الصحراوي ربما أني له نقاطعك شوي ولكن نعتذر على هذا الانقطاع لأنني نسيت فكرة على أساسا أني نعطي من ضمن الكراهات اللي يعاني منهم الجمعيات نتمنى ومن عند الله أنهم يعدلونا عندنا العديد من التوصيات منها صندوق للجمعيات للعمل الجمعوي يعود عندهم صندوق على أساس أنهم للتنمية تساهم فيه جميع المصالح بالنسبة للمدينة العيون تساهم في هذا الصندوق على أساس ترقى للجمعيات اللي زين عندها تعدل أي برامج أي أنشطة أي شيء بدون ما تدعم والله بدون ما تطرق البيبان شكرا على هذه الإضافة أم المؤمنين هذه الإضافة الجريئة يا غير لا مهربة من على أنك تقولينا ما هي الأكلاء المفضلة عندك في المطبخ الصحراوي أنا الحقيقة يعجبني للمطبخ الصحراوي في هل بالنسبة لي تعجبني الحقيقة من الأكلات الصحراوية هي تعجب كيف يعجب زين عندي شي نقال له ومارو الحمد لله اللي مشهورة أو الأرز اللي الحقيقة مشهور به المجتمع الصحراوي اللي أنا قد نقول عن المجتمع الصحراوي كل يبغي وربما حتى العالم العربي كامل يبقى الأرز نعم وربما خالقه ما قول يقول عن الملايكة لو كانت تأكلوا شيئا أكلت الأرز هذا لا مجرد مداعبات مثلا عنها اللي نحن مالما تكرر غير نضيفها كإضافة مراحو هذا من الطبخة اللي يزين عندي ومعجبني أم المؤمنين مرحبا بيك وسهلاء سابق ما نودعوك ونودعوك في آخر هذه الحلقة مع شكر الموصول لكي مني ومن طاقم البرنامج على تلبية دعوتك لنا هون العفو كيف قلت لك بداية اللقاء أنا الحقيقة السعيدة أني شاركت في هذا البرنامج هذا البرنامج حقا رائع برنامج في المستوى وأنا مثلا عني فخورة بهذا البرنامج لأن مدينة العيون مثلا عنها تعدل هذا النوع من البرامج إلا وهي تعطي تعطي صبغة لمدينة العيون تعطي صبغة للصحراوين في هذا المجال شكرتكم عليه حتى حتى ونتمنى أني نكون نتعجاب وإعجابكم وإعجاب المشاهدين وفيتوا في الكلام كامل هذا أمنيتي وفيتي وكفيتي أم المؤمنين أما أنتم مشاهدي الكرام فلن يبقاني إلى أن أودعكم مع تحيات مخرج البرنامج إلى حلقة قادمة وضيفة جديدة إن شاء الله مع كامل متمنية لكم اشتركوا في القناة